السلام عليكم حبيباتي اهلا بكم على قناتكم غزة ليلي نتمنى تكونوا كامل بخير ارغوا اليوم دلت لكم وصفة المعقودة بدون بيد كايش حمل اخت قلت لي طلبت مني هاد الوصفة بدون بيد يعني كاي الناس اللي عندهم حساسية من البيد درتها لكم يعني ديجا درتها في القناة العملي فات في رمضان بس ادرتها في روتيني واليوم درتها لكم يعني بالتفصيل في هاد الفيديو بالتفصيل رحوا بتعرفوا قال اسرار المعقودة بدون بيد يعني ما تفتتناش في الزيت دكتشو معايا نتمنى حبيباتي تتبعوا الفيديو حتى الاخر ولكن اعجبكم بتنسوش لايك كترولي لايك لايخ اللي خليكم والبرتاج مع احبابكم وخليكم على فيديو حبيباتي ونتمنى ان شاء الله تتبعوا حتى الاخر باش تفهموا يعني الوصفة مليح حاجة لولا البطاطات تعنا انا ديت كمية كما كنتلاحضوا حوالي كيلو ورطل على حسب افراد العائلة بانسيوغ لي كنتوا قليل الدوغي ثلاثة ولا ربعة يعني لايك تقطع كمية كبيرة احنا خصلتها مليح ديت الملح وخليها الطيب يعني الطيب تماما هنا بعد ما طابت لي اه قشرتها يعني قلعت لها ريكلاب وتحها وهنا يا راي حامية كما كنتلاحضوا انقطحها كاقية صغيرة باش كن كرازيها تسهل عليها كما تقدروا تطحنوها فرحة يا مل احسن رحة انا لو هنا يا غاين نقيها قاعن قط حاقية عصغيرة ونجيب هادا كتعل اكخاز بانسيوغ ونبدأ نكرازيها مليح يعني تردوها بغي كرازوها تخي بيان مل احسن تستعملو رحات عالخضر راي تجي احسن هنا يا راح ندير التوابل اه هنا يا التوابل تعال المعقودة يعني مشي حاجة كبيرة انا زدت يعني غي سكن جبير اه هنا يا عندي معدنوس عندي اه فصول ساعة توم ربعة اه رابيتهم عندي حبة بصل صغيرة رابيتها هنا راح ندير معدنوس يعني دو كمية مليحة على المعدنوسة وانا عندي كمية كبيرة تعال بطاة كما اشتمعا ندير بصل المرابي بصل المرابي محكوك ندير التوم المعدنوس هنا يا عندي لاشابليوغ هدا هو السر اللي خلي المعقودة تعنا متفتتش في المقلة يعني في بلاس البيض راح نديروا لاشابليوغ يعني الخبز المطحون المرحي المطحونة هنا راح ندير اه كما انتم ما درتوا يعني اه كمية قليلة ديروا تلت ملاعي اقول لا انا كم شتوا معايا يعني احسب كمية هنا درت حد الرابعة والخمسة مع قلش كم شتوا معايا يعني شتوا في الفيديوش حال درت انا راح ندير اه زعفران باش دينا هليك لأكل صفرة المعقودة راح ندير فلفل اسود يعني كنقلكم شوية حوالي النصف ملعقة صغيرة مشي بزافة راح ندير كمون نعافو بلي المعقودة تبغي الكمون وهنا راح ندير كركم شوية كركم غير شوية و راح ندير شوية عسكين جبير تقدروا ما تديروشها بسان ما تقدروا للمسكاد اه جوز الطيب هذيك نحكوها هنا راح نملح بسكو دقطها وخصها الملحة يعني البطاطا كنت طيبوها بلابو تحا الملح ما يدخلها يعني ما تمنحش مليح الملح ما يدخلش تري بيان في الطياب على الوقت هنا يقدر لها الملح دقطها مسوسة شوية يعني صامتة شوية دلت لها شوية ملح حوالي نصف العقة صغيرة هنا ينخلط قاع المكونات بصبعين حاول ندخل قاع التوابل الخبز المطحون مع الدنوس كل شي كما تلاحظوا يعني الوصفة مضمونة عفوا وناجحة مئة بالمئة يعني غيت تبعوا الفيديو وتعرفوا السرطة المعقودة لما تفتتش بلا بايد بيان سور هنا هي خلطها مليح اه جبت سني يعني يعني يحوسوا دلو في طبسي ولا في سني لي يدخل كونجيلاتور بس كورا ندخلوها الكنجيلاتور هنا هي ندهنتها بالزيت باش مبعد كنرفضها ما تلسق ليش ندهن ايديا بالزيت كما هكا وهنا هي غني نحشيها بالجبن تقدو دلوها هكا يعني كما تبغو انا هي جبت هدل جبن موزاريلا يعني بدلت شوية موزاريلا كما تتقدو بديرو جبن البورسيون ولا الشاف وتعبونا ولم تديرو عشقا يعني مش دروري بس ههم الأحسن يعني جي محشيها جي بنينا دي شبا بعدها ندديا كورا صغيرة ولا متوسطة ندير هكا شوية حفران حلها وندخل الجبن التاعي نبلعليها مليح هكا باش نبعد كين نقلوها هكا باش نبعد كين نقلوها ما يعني الجبن ما يخرجنا في القليانة نكورها مليح كما هاك يعطيها الشكل بيا نكوروها باش جينا شابة ونحاول نقرسها بلاي بومات يعني بيت ديها بلاي بومات كما هاك باش يعطيها الشكل شباب هاوينة نحطها نعاون تروح لأخها قدامكم كما نقلت لكم راهي سهلة مهلا وصدقوني جيبنينا بزاف أخوات اللي عنهم حساسية من البيض راح تعجبهم هاد الوصفة كما نايا النور اختي ما تبغيشو البيض اه كي مزيف اخواتي كيف ها فاهمو تجي هايلات جي طرية من الداخل جي مقرم شام الفوك فاهمو تجي رائعة اهلو غشكل احد اخرى قدامكم كما تلاحظو نشكلها وهنا يا غني نكمل لنا يا قاع الكمية تعال البطاطة اللي عندي فوالا كما تلاحظو اهنا يا كمت قاع الكمية هاد السنية القغي اه بغش تخلي في كونجلاتيق بعد قلحتهم في الطبسي عبي ها قلت لكم في اللولة اختاروا السنة اللي يدخل كونجلاتيق هاد هي كمية قولي درتها راح اندخلها كونجلاتيق يعني سمعوني مليح هذا هو السر ثانيقا دخلها كونجلاتيق خلوها ساعة حتى من الفوجة تولي قاسحة يعني تولي قريب قريب كونجلي قريب ها منها خليتها الساعة فالكونجلاتيق يعني شوفو نزير على ليها قاعدة يابسى يعني شوية شغل القريب تولي كونجلي اه نأكد عليها تفتت في الفرن اختيتها ساعة اختيتها ساعة اختيتها ساعة 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 المورد المورد الخاصته السر الثاني هو المجمد ساعة في الكنجلاتور ساعة في الديد سوى عبتها واحدة كما ترى عبرها نعمل نحن نحصل على مدفد مدفد نعمل اشتركوا نجد تفتتش. يعني نخلي الفيديو بشتشوفوا الاخوات مليح. نقلب ونعاود. نحمرها مليح. كما لكم تلاحظوا يعني الوصفة مضمونة. عندك هذه المعقودة يقدرونها يعني اه كما في رمضان. دروها لابخيميدي. اه نقل البطاطة تحكم. و اه شكلوها. ودروها في يعني ساعة قبل ما تقلوها. يناق قبل ما تقلوها. اولا لولا دورها في التلاجة. تبرد. كنت تبغوا تقلوها. دخلوها المجمد. وورا حبيبيتي كما نقلت لكم يعني خلوها تبرد مليح. كما كنت تشوفيني ورلكم فيها. هنا يا سيبون جبت ورق الماس او آآ السوبة علينا كما نقولو احنايا. نديرها باش تمسقها حرك الزيت. انا حمرتها تخيمية كما كنت لاحظو في الفيديو. يعني وصفة مضمونة مائة بالمائة. هاي بينا. اجت آآ يعني تشاهي. اجت هاي لا. والا هاي حدقرها السني هادك الزوجي خرجتها من الكنجلاتور. والا. احنا يعني عاود نوري لكم يعني شوفوا الطبسي هادا. دي كان في الكنجلاتور. كما قلت لكم السني جاني صغير شوية. درتها في الطبسي. يعني شوفوا الطبسي كيرافي لك شوية دكتا عن الكنجلاتون هاداك لشغل تلج هاداك. يعني هادي تانيك. يعني شوفوا رهي جامدة تخي بيان. وارا حبيباتين اتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وراني حلى جروب كيمزاب اخوات تاع الجروب آآ في الفيسبوك. انا البارة حطيتكم في المنتدى. لليان تاعة. الرابط تاعة. آآ اه. وراني حطوا اليوم تانيك ونحطها لكم في لليان تانيك. في اول تعليق ولا في الليان تاع الجروب آآ غسة ليلي. يعني كان عندي مقبل. بس ما كاش على بالي. احتمر ينبنتي قاتي ما ما عندك واحد. آآ آآ الحمد لله راي بداي يكبر. راي في الف شخص. الحمد لله يا ربي. هاكا تحطوا ريجال وصفات تحكم يعني شا تديرو. آآ غسة ليلي. ولا حبيباتي ها والمعقودة تعنا يعني شوفوا كي جات ستقول جات رائعة جات شهي. الاكل اغتحها يعني لو انت حاجة شبه بزاف. ما مضمونة كي ما قلت لكم مئة بالمئة تعرفوني بلي ما نجيب لكم ش يعني وصفات آآ مخشوشة يعني بكل مصداقية كما كنت لاحظوا يعني غير تبعو وخلوها ترتاح في الكنجلاتة غذا هو السر. لكن خليتوها غيش ويا تتفتت يعني نقول لكم. هادي هي. يعني شوكي جات هايلة جات رائعة. جات مقرمشة من الفوق وتريه من الداخل مع حريرة ولا شوربة واش نحكي لكم شاهدكم في شنة. جي رائعة. ولا حبيباتي انتمنى ان شاء الله فيديو كان نعجبكم وتجربوا هات المعقودة دوروا وتجربوها. سلام حبيباتي بتسويش اللايك والبرتاج ربي هاي يحفظكم ان شاء الله. سلام.